موضوع ملف المفقودين وتصويت لبنان بالأمم المتحدة والتبريرات أو الأسباب يلي قدمها لبنان أنه ضبابية هذا القرار مما دفع لبنان لأخذ قرار بعدم التصويت لا لا يوجد ضبابية نحن نفهم الأرار كما بدنا فينا لا نفهم الأرار واضح مؤسسة دولية إلى علاقة بالمفقودين بعد العام 2011 هل كان الموقف اللي يجب أن يتخذوا لبنان هو الموقف المتوقع؟ أنا بتقديري بعوامل الداخل اللبناني والعوامل الإقليمية لأنه بالأخير أنت امتناعك كان مثل امتناع معظم الدول العربية بس اثناء الكوات وقطر بعتقد في دولتان عربيتان واحدتان صوتوا معه والباقي الدول العربية طبعا في دول صوتوا ضد مثل سوريا والجزائر وفي سوق دول امتنعت أهم شيء يعني تقريبا موقف لبنان كان منسجم مع موقف المجموعة العربية أغلبية المجموعة العربية بالامتناع والامتناع لا يعني عدم التعاون يعني أنت فيك تكون غير يعني ممتنع عن التصويت بس بكرة إذا انطلب منك قضايا محددة أو أنت عندك مصلحة بالانخراط بقضايا محددة فيك تقول أنه أنا فيه اتعاون بهذا الملف إشكالية مش هون استاذ جورج الإشكالية هي العلاقة بمجمل مقاربتنا كلبنانيين لموضوع العلاقة اللبنانية السورية هذا ملف مؤجل يعني عمليا من 2005 بدك تحطه على السكة الصحيحة للأسف اليوم المناخ الإقليمي بيساعدنا بالذهاب بهذا الاتجاه هاي دي لازم تكون المهمة الأولى لرئيس جمهورية المقبل ولا الحكومة اللي جاية أنك تحطه على السكة الصحيحة لا المطلوب منك ترجع إلى زمن ما قبل 2005 يعني الجزمة السورية تحكم البلد وفيه ناس يمكن يكونوا مشتقين لهذه الجزمة وحابين ترجع يعني ولا أنك ترفع جدران عداء بين لبنان وسوريا خصوصا بظل قضايا حيوية مثل موضوع ترسيم الحدود عندك موضوع حدود الشمال يعني البحرية عندك موضوع المزارع وعندك موضوع الحدود الشرقية وعندك موضوع النازحين واللي هو الأهم والأخطر وعندك موضوع الاستيراد والتصدير وعندك حتى موضوع الغاز اللي كمان كم دوجه يعني ما فيك تشتغل على القطعة مع السوري يعني هذا كنهار رئيس الحكومي بيطرح بمجلس الوزراء موضوع تشكيل وفد فمين حاب يروع الوفد على سوريا رفعوا لكل إيديهم بمجلس الوزراء إلا الوزير الحلبي هو الوحيد اللي ما رفعش إيده والبقيين كلهم بدون يكونوا بالوفد اللي بدون يروع على الشام طيب شو بدنا من سوريا طلع الوفد ولا ما طلع طلع فلان بالوفد ولا ما طلع تجربتنا بالمقاربة هذا الملف ما بتعطي إذا بدك الانتباع إنه في جدية لبنانية بالتعامل معه قضية المفقودين بالزمنات طلعت شخصية لبنانية اللي عند البتراكس فاير بعد الـ 2001 بزمن الإرنة وتبني موضوع المفقودين والآخرية عم بيكبر موضوع المفقودين اللبنانيين بسوريا نقال له بشكل واضح سيدنا 95% من المفقودين اللبنانيين هم ضحايا بمقابر جماعية إما دفنوا بالبحر أو ما بنعرف وين المسؤول عنهم هي تنظيمات لبنانية بأسماء واضحة إن كان والله القوات اللبنانية ولا الحزب التقدم الإشراكي ولا حركة أمل فإذا بتالي المفقودين بسوريا هنه يمكن لا يتجاوز عددهم الـ 5% مش عم قول ما لازم نطالب فيهم لازم نطالب بكل المفقودين بس أحيانا بتلاقي الأكثر حماسة بالاندفاع لا يروحوا على الخصوم الكامل مع سوريا هن الناس اللي أكتر ناس مدانين بهذا الملف بملف المفقودين علما أنه إذا بترجع لتاريخ الأربعة شو كانت مشكلته سمير جعجع بالـ 94 مع السوري؟ كانت مشكلته الأساسية العلاقة بالسلطة كان يريد أن يكون الزعيم الأول في السلطة معظم اللاعبين السياسيين بلبنان شو كانت مشكلته معه؟ حتى الجنرال عون وجبران باسيل شو مشكلتهم الأساسية؟ اليوم حدا بيطلع على سوريا بيحكي فيهم لموضوع المفقودين؟ إذا طلع الجنرال بيكون ملف أول على جدول أعماله؟ والله منحكي على الترتيبات الإعلاءة بالسلطة بالدرجة الأولى